إدارة الموارد الطبيعية في الدول الخارجة من الحروب أمر ذو أهمية بالغة لكنه غالبا ما يتم التغاضي عن هذا في معظم عمليات بناء السلام في تلك الدول هكذا افتتح معهد ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام مقالا له عن الدروس المستفادة من الدول التي خاضت حروبا ونزاعات وكيف يكون اجتياز آثار الحروب وإدارة الموارد الطبيعية عاملا مهما في بناء السلام معهد ستوك هولم ضرب العراق مثلا على ذلك وقال إن الأحداث الأخيرة تأثرت على الناس فيه فبعد حروب متعددة وفترات من الحكم الاستبدادي عاشتها البلاد يحتل العراق اليوم المرتبة 120 في مؤشر التنمية البشرية العالمي وبعد 15 عاما من الجهود الدولية لبناء السلام لا يزال العراق موطنا للفقر الشديد والأوضاع فيه صادمة التقرير الذي درس أيضا المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ أظهر أن المخاطر في العراق ازدادت في السنوات الأخيرة فقد تصعدت التوترات من أجل الحصول على الغذاء والمياه وتراجعت سبل المعيشة الزراعية بشكل كبير وتابع التقرير أن الزراعة في العراق هي مهنة الملايين وبالرغم من ذلك تتلقى وزارة الزراعة واحدة من أصغر المخصصات من ميزانية الدولة وفي أعقاب غزو العراق عام 2003 فشلت الجهود الدولية في إعادة القطاعات ذات الصلة بالزراعة التي من شانها أن تجعل البلد وسكانه أكثر قدرة على مقاومة تأثيرات المناخ كما أدى سوء إدارة الموارد المائية لخلق الآلاف من العاطلين عن العمل وختم معهد ستوكولم الدولي لإبحاث السلام تقريره بالتنبيه إلى أن إدارة الموارد الطبيعية تمثل تحديا مهما لا يزال يتم تجاهله من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق وأن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا مع التأثيرات المتزيدة لتغير المناخ كما أنه لم يعد باستطاعة خطط الإنعاش للحفاظ على السلام تجاهل إدارة البيئة والموارد الطبيعية في العراق